اشتركوا في القناة بأن الاجتماع تناول استعراض الاستراتيجية القومية لتوطين صناعة المركبات والصناعات المغذية لها في مصر وقد وجه السيد الرئيس بالشروع في إطلاق الاستراتيجية المقدمة وذلك في إطار خطة الدولة لصناعة السيارات في مصر ورؤية مصر 2030 وأبعادها التنموية والبيئية والاقتصادية وترسيخاً للاتجاه نحو زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة من غاز طبيعي وكهرباء كبديل للوقود التقليدي وسعياً نحو تحفيز توطين صناعة وسائل النقل والصناعات المغذية لها محلياً بهدف الوصول لأكبر قدر ممكن من نسب التصنيع والإنتاج المحلي للسيارات ومركبات النقل الجماعية خاصة التي تعمل بالكهرباء وذلك لمواكبة الأفاق المستقبلية لتلك الصناعة كما اجتمع سيد رئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي لاجتماع تناول المحاور المختلفة لتطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والموقف التنفيذي للمشروعات القومية في ذلك القطاع بما فيها إنشاء الجامعات الجديدة الأهلية والحكومية والدولية والتكنولوجية في مختلف محافظات الجمهورية وكذلك تطوير البنية التحتية المعلوماتية بالجامعات المصرية لتطبيق نظام الاختبارات الإلكترونية وتعميمه على كافة طلبة الجامعات في جميع التخصصات وذلك في إطار المشروع القومي لتنفيذ الاختبارات المميكنة وقد وجه السيد الرئيس خلال الاجتماع بإنشاء عدد جديد من الجامعات التكنولوجية في عدد من المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية وذلك بالنظر إلى الأهمية المتنامية لتلك الجامعات من حيث القيمة العلمية والاحتياج من خرجي التعليم الفني المؤهلين لاستخدام التكنولوجيا الحديثة وكذلك لتغيير الثقافة المجتمعية حيال التعليم الفني بإنشاء مصار للتعليم التكنولوجي الجديد يختلف عن التعليم الجامعي التقليدي ويخفف الضغط عليه بما يتناسب مع احتياجات العصر وسوق العمل الحالي كما يعظم من القيمة المضافة للموارد البشرية المصرية كما وجه السيد الرئيس بإيلاء الاهتمام لمراعاة أرقى المعايير في تجهيزات الجامعات الجديدة بالتوازي مع المناهج الأكاديمية الحديثة وكذلك تطوير الأداء العلمي للجامعات القائمة من خلال التقييم المستمر لجودة العملية التعليمية وذلك بالنظر لدورها المحوري في عملية بناء الإنسان المصري وسقل جيل للمستقبل من الكوادر الشابة اتصاقا مع ما تصب إليه الدولة من تحقيق التنمية اشتركوا في القناة